السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين. الاخوة والاخوات. اصدقاء الحكاية مع اشرف وهدان كل سلام طيبين. النهاردة عايز اتكلم معكو على العلاقات الانسانية. بين الافراد يعني. اه طبعا مش مش هاخش معكو بقى في كلام انشاو. ونقعد نقول الحاجات خدناها في الكتب في علم نفسه علم الاجتماع. احنا بس عايزين نعرف يعني ايه علاقة انسانية او علاقة بين اه اتنين مع بعض او بين مجموعة من الافراد. ممكن اه اول حاجة يعني ايه هي العلاقة الاول هي العلاقة? ان بيكون فيه اه روابط موجودة بين مجموعة افراد او فرض ومجموعة او مجموعة مجموعة. زي مثلا العلاقة العائلية. العلاقة العائلية دي عبارة عن مجموعة مجموعة يعني عيلة اه متربطة. اه في بينهم بعض علاقات وسرية. وبيعرفوا بعضه وبنان عليه بتتم العلاقة على كده. او بتستمر العلاقة على كده. فيها ايجابياتها وفيها سلبياتها وممكن نلاقي مشاكل. وسعت على فكرة العلاقات الاسرية ديت بيكون البعد عنها غنيمة اصلا. يعني ممكن نكتشف او في في اغلب الاحوال ان ان الناس ما بتكلمش بعض في الاسرة يعني. في الاعائلات يعني. اه عندنا مسلا ممكن يكون علاقة فردية بين فرض ومجموعة افراد. از ما كون مسلا عنده زي ما يلو في الشغل مسلا او او اه اصدقائه في النادي في الرياضة مسلا او في الدروس او حاجة زي كده. طيب. هل في اكتر من علاقة? اقولك اه في. في العلاقة اه في علاقة رومانسية. وفي علاقة اتكالية. يعني واحد بيتكل على تاني. وفي علاقة سامة اللي يكون لها مشاكل. وفي علاقة بقى اه جميلة جدا اللي هي تعتبر الحجم اللي هي ايه المسالية اللي هي بتاعة افلاطون. حتى بيسموها الناس يقول لك افلاطون لاتونية. اه ايه هي الافلاطونية ديت? هنشرحها كله مع بعض. بس نبدأ بقى بال ايه? بالرومانسية. الرومانسية دي دي علاقة محدش يقدر استعنى عنها خالص. انتو بعلاقة عاطفية بين طرفين. مبنية على ثلاث حاجات مهمين جدا. مبنية على العاطفة. مبنية على الالفة. مبنية على الاخلاص او اللي بيسموها اه التضحية او 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 حاجة زي كده يعني دول تلات حاجات. ولازم نعرف ان العلاقة الرومانسية دي بالزات ممكن تتلعك او ممكن نقسم معناها كلها. والعلاقة الرومانسية ديت بتزيد مع العشرة. يعني طول ما فيها عاطفة وقلفة واخلاص وامانة يعني. واخلاص اه. تزيد. وبتكبر. وبتنها في الزاكرة العمر كله. سواء كانت نجحة او كانت فشلة. طيب. دي حد شيء استعنى عنها حتى الحيوان. يعني اي كائن حي الموجود على الارض لا يقدر استعنى عن العلاقة الرومانسية او العاطفية. وللاسف يعني بتكون شحيحة جدا ولكن اللي بيلاقيها بيمسك فيها بايده واسنانه وبتسيب اثر سواء ايجابي او بيسالب زي ما انا رأي لسه ايه ايه. نيجي بقى للعلاقة الاتكالية. يعني الاتكالية حتى من كلامها كده يقول لك ايه? يقول لك في اتنين سواء كان واحد اه اه واحد بيحب واحدة او واحدة بتحب واحد. عاطفية يعني. او اتنين زمال في الشغل. او اخرين او اختين. او اه او جارة مسلا علاقة علاقة بين جارة وجارة او جار وجار. اتكالية. يعني ايه? يعني واحد بيعتمد اعتمادة كلي على التاني. حياته كلها بيعتمد بيتكل عليه. دي موجود على فكرة في حاجات كتير قوي. موجود بين الاخوات. بين الزميل. بين الجران. بين الاسدقاء. وبتسبب طبعا مشاكل انه بيكون فيها الانسان اللي هو معتمد عليه. اه بيحس بالاستبداد. بيحس بالاستغلال. مفيش عدلة في العلاقة. اه بيسبب له ارحاق نفسي. اه بيكون عليه الحمل. يعني مفروض ان انا انا اعمل كل حاجة. اعمل دا ودا 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 ودا. انا زي مسلا الزوجة اللي بيعتمد على امراض واعتمدا كلي على كل حاجة. اه هي المسكة امور البيت والاولاد والاكل والشرب ومصروفات البيت وحاجات دي كلها. اه نفس نفس الفكرة لو زوجة معتمدة على جزها في كل حاجة. يعني تعافش تعمل حاجة. يعني تعافش تعمل حاجة الا بتكلم في التليفون بس وتحط مكياج وتروح للكوفير. وجوزها بقى معالينا وهي من الحاج دي اسمها علاقة اتكالية. تعتمد عليها. بيجي اه بتسبب العلاقة دي بقى بتسبب في الاخر نفور. وبتسبب ان واحد من الطرفين ده اللي هو اللي هو الايم بكل المسؤولية ديت بيطلب ان هو العلاقة دي لازم توقف في اسرع وقت. طبعا بتنتهي بمأساة. المأساة ديت اول حاجة اه بتكون للطرفين لان الاسف اه اه بتسبب انفصال مفاجئ يعني في لحظة كده تبقص تلاقوا الطرف اللي هو المضغوطة عليها والطرف اللي هو اللي بيعمل كل الحاجات دي كلها فجأة كده اختفى من على وجه الارض. سواء مات او طفش. زي ما بنسمع يقول لك الراجل اللي اخد بقى له الطفش. دي دي العلاقة الاتكالية. فحاول على قد ما تقدروا لان مفيش عدل في العلاقة. اه في دايما فرض بيضغط على فرض تاني مسئولية. والدي ممكن يكون موجودة الوحيد اللي تقدر تستحمل العلاقة دي هي الام. وساعات بيجي في امهات كتير بتتعب من العلاقة ديت وبتنهار لو ما فيش اه لو ما فيش مساعدة او ما فيش دعم معناوي من اللي حواليها. اه ويمكن اغلبية اه الاوروبيين عمتا اه فهموا النقطة ديت. فبيحاولوا على قد ما بيضغط سواء حتى في العلاقات الزوجية. مفيش عاجة اسمها اه حد بيتكلع لحد. اه حتى اول ما الاطفال ما بيجبروا خلاص. يقول لك ايه يقول لك انت اكبرت اه تحمل مسئولية نفسك. احنا عندنا في العرب موجودة. موجودة لان احنا التقاليد بتاعتنا خلتنا كده. الراجل ساعد بيحط نفسه في النقطة ديت ان هو ايه اتكلوا علي انا راجل البيت. وساعات الست او الام بتحط نفسها في النقطة ديت ان انا اه انا الام ولازم اعمل كل حاجة ولازم اساوي. فهي بتختلف من العداد والتقاليد ولكن الاسف هي علاقة غير حميمة. علاقة ملاهاش خالص. ملاهاش اي علاقة بالحنية والعطف والحب والكلام من ده هو حد بيظلم حد او حد مظلوم والتاني اه مش مظلوم او بتبتسم او بتبتسم بالايه بالانتهازية اه سواء بين الاصدقاء مسلا ممكن تلاقي يعني ممكن تلاقي صديق مسلا يبقى بيعرف اشتغل على الكمبيوتر وبيعرف يعمل كل حاجة. يستنى واحد زميله او صديقه علشان يكتب له جواب على الكمبيوتر او عشان يعمله حاجة على الكمبيوتر والعلم هو بيعرف يعملها. فهو بيتاكل على على حد تاني. نيجي بقى العلاقة التالتة ودي اوحش حاجة واكد كلكم عارفين اسمها العلاقة السامة. العلاقة السامة اللي هو بتكون عندك اه 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 علاقة مع حد حسود استغلالي. اه ما بحبكش الخير. اه بيحاول على قد مبتدر بيخش عندك عشان يطلع على ظهرك ويستفاد من من الخير اللي انت فيه. ودايما يبص اللي يعمل انت فيها دي اسمها علاقة السامة. والعلاقة السامة ديت اه بدأت انها تكتر. وبتكون سببها عدم الاختيار. اه وبيكون دايما الانسان اللي هو الانسان السام بيحاول ان هو يخليك تفشل في كل حاجة. ويوصلت لمرحلة ان انت عدم عدم سكة في النفس. بيحاول يعلم من قدرتك. اه في سبيل ان هو بيكسرك دايما. يعني هو ده بيكون داخل داخل يبخ السامة بتاعه في علاقته معاك. اه نيجي بقى الاخر علاقة اللي هي العلاقة بتاعت الافلانطونية. ان هما الجماعة الفليلسوفيات دي. دي ممكن تكون بين بين راجل وامرأة. اه? اصدقاء. او راجل وراجل. او ستة وستة. اه بيكونوا اصدقاء. ولكن العلاقة اللي بينهم دي بتاعة علاقة مسالية من الدرجة الاولة. يعني ممكن تكون الراجل صديق للستة ديت. ولكن فيه في الكادر بتاع الصداقة. يقدر ان هو تقدر ان تعتمد عليه وهو يقدر يعتمد عليها. ما فيش بينهم اي مصلحة خالص غير اللي هو الاخلاص والامانة والصداقة البحتة. يعني ايه? اه بعيد معا عن الرومانسية مشان يجي نقول بسلا ايه? يعني ما فيش علاقة بين راجل وستة او صداقة بين راجل وستة. اللي هي اللي دايما بيكون وراها نقطة الرومانسية وكلام مندق. العلاقة الافلونطنية ديت بتكون فعلا 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 صداقة بحتة. بين راجل وستة او راجل وراجل او ستة وستة. بتكون تبني يعني ممكن تكون علاقة الستة بالستة ديت اكتر من علاقة اختين مع بعض. وممكن يكون علاقة الراجل مع الراجل اكتر من علاقة اخ واخو. يعني بيعتمد عليه اعتمادا كلي بيقدم له نصيحة الصح. يقدر ان هو يحافز على بيته في غيابه. يحافز على امواله. يحافز على مصالحه. آآ فعلا بتبقى علاقة مثالية للدرجة الاولى. ما فيهاش اي نوع من انواع العلاقات السامة او العلاقات الاتكالية. وطبعا ما فيهاش برضو علاقات آآ عاطفية او رومانسية. ما ما يدفعش تكون الصديقة دي مصاحب الراجل دوت. وبتقدم له كل الدعم المعنوي والماد وكل حاجة في سبيل ان بيكون فيه خلفية عاطفية وراء. لا. هو فعلا بتعتبره صديق. وهي بتكون آآ مثال الصداقريات. والعكس برضو الراجل بيكون آآ بيساعد الست ديت او بيساعد الاخت دي او الصديقة ديت. بس ما فيش عنده خلفية عاطفية آآ وراء. آآ دي دي كان اربع العلاقات اللي انا حبيت اتكلم فيكو اتكلم معاكو فيكو النهاردة. اتكلم معاكو عليها النهاردة. واشترحتها لكم. واكيد انتو كلكم عارفينها. واكيد مرتوا بيها. ومن يمكن دلوقتي بقى هتعرفوا ان انتو تسموها بالطريقة اللي انا لسا الها لكم. هاي اللي هي علاقة عاطفية. ولا علاقة اتكالية. ولا علاقة سامة. ولا علاقة افلوطانية. اتمنى اكون حالة حزرة على اجابكم. واشوفكم على خير. وحالة جديدة. مع الحكاية مع اشرف وهداني. اشتركوا في القناة. واشتركوا في القناة.